أشكال البروتينات البروتينات هي أكثر المجموعات تنوعاً بين الجزئات البيولوجية الكبيرة والتي تتكون من وحدات صغيرة تسمى بالأحماض الأمينية ويمكن تمثيل الحمض الأميني على شكل مجموعة كربوكسيل ومجموعة أمين مرتبطين بذرة كربون مركزية إضافة إلى ذرة هيدروجين ووظيف جانبية يشار لها بي آر وترتبط هذه الأحماض الأمينية فيما بينها بروابط بابتدية والسؤال الآن هل توجد جميع البروتينات على شكل واحد أم لا؟ الإجابة لا حيث يعتمد شكل البروتين على أربعة مستويات من التركيب التي تعطي البروتين شكله النهائي وهي كالتالي التركيب الأولي التركيب الثانوي التركيب الثلاثي التركيب الرباعي وهذه المستويات الأربعة من التراكيب لها دور كبير في تحديد الخواص المختلفة التابعة للبروتين أولاً التركيب الأولي للبروتينات وهي عبارة عن تسلسل الأحماض الأمينية في سلسلة مرتبة خطياً ومرتبطة مع بعضها البعض بروابط بابتدية لتكون سلسلة متعددة البابتيد تكون بدايتها من الطرف الأميني إلى الطرف الكربوكسيلي ثانياً التركيب الثانوي للبروتينات والذي ينتج من التفاف أو طي في السلسلة متعددة الببتين من تكون روابط هيدروجينية بين مناطق محددة فيها وذلك بالشكل التالي التفاف ذو تركيب حلزوني يسمى بحلزون ألفا أو طي في السلسلة الببتيدية يسمى بصفيحة المطوية شكل بيتا ثالثاً التركيب الثلاثي للبروتينات وفيها يتكون البروتين من سلسلة واحدة فقط حيث يتضمن التركيب الثلاثي البعد الثلاثي للبروتين الكروي الناشئ عن تداخل المجاميع الجانبية R-Groups وتفاعلها كيميائياً مع بعضها بحيث تجعل السلسلة متعددة الببتيد مطوية بشدة وبصورة مكثفة ومرصوصة على هيئة كرة صوف رابعاً التركيب الرباعي للبروتينات والتي تتكون من سلسلتين أو أكثر من سلاسل متعددة الببتيد وهنا تجدر الإشارة بأن الروابط التي تسبب استقرار التركيب الثلاثي هي نفسها التي تسبب استقرار التركيب الرباعي للبروتين اشتركوا في القناة